كدر رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة اسامة صالح ان السوق المصرية ما زالت تطرح فرصا مميزة وما زالت تمنح مشروعات ذات هوامش ربح قادرة على تحقيق مرضود جيد للمستثمرين يأتي هذا بينما اعلنت وزارة الاستثمار ان السوق المصرية شهدت الاسبوع الماضي تأسيس 155 شركة جديدة بمعدل 31 شركة يوميا وبلغ رأس المال المصدر لتلك الشركات 598 مليون جنيه مصري ويتوقع ان توفر من الفرص العمل اكثر من 3000 فرصة عمل للمصريين